اكتفاء ذاتي في القمح بنوعيه والشعير ليبقى الرهان القضاء على مشاكل المولين من حيث الأعلاف وتعد بسكر من أهم المراطق في تربية الماشي عموما بنحو 2 مليون رأس منها 870 ألف أغنام تستفيد 770 ألف نعجة منها بحصص الشعير بكمية 300 غرام للنعجة وهو ما يعتبره المولون عامل لدفعهم للسوق السوداء وشراء الشعير بمبارغ كبيرة تعرف النعجة تعرف الخروف تعرف المعزة مش كيف هذا وإحنا رأنا أولاد الدولة ورأنا أمورنا كاملنا تعبانين تعبانين ما عدنا تريسيتي ما عدنا قاز ما عدنا تعب مثل أموم هموم أكل رهي لاسق فينا إحنا هنا نحضروا على 300 غرام ونحن نحضروا على القصان ومش قصان هنا نحضروا على زيادة يديرونا كيلو نعجة ولأن الشعير أهم ما يحتاجه المولون بالنظر لتصحر العراضي الرعوية وجب مراعاة ذلك مياً حوالي 26 ألف قنطار بين القمح الصلب والقمح الليل زيادة على 5 حتى 6 ألف يومياً من مادة الشعير وهذا للعلم فإنها خاصة في السنة هذه فهي سنة إنتاج وطني تعتمد على إنتاج وطني سواء كانت من مادة القمح الصلب أو القمح المالي أو مادة الشعير حوالي 3600 موال على مستوى الولاية رقموا بها ونوزعوها في مادة الشعير بحستين لكل شهر وفق التعليمات سيد المدير العام ومعالي الوزير فهل ستتمكن الجزار من رفع التحدي وتوفير الأعلى بشكل كافي وفق ما تحتويه الجزار من ماشية سواء تعلق الأمر بالأغنام أو الأبقار وحتى الجمال شكرا